مساء الخير كيف حالكم؟ نستمر معهم قد بإنشاء ملف اسمه special.txt ها هو في هذه الأسطر عشرة أسطر وبعض الأسطر فيها كلمة special وبعض الأسطر فيها كلمة false و true وفيها كلمة error فماذا لو أردت أن أبحث عن الأسطر التي فيها كلمة error فيمكنني أن أبحث بكتابة slash error بلاحظه تم تحديدها فضلا أصبحنا error error جيد جدا الآن أنا أريد بثلا أن أحذف الأسطر التي فيها كلمة error فماذا يمكنني أن أفعل هنا؟ سأستخدم أمر جديد اسمه global فسأكتب colon وثم g يعني global وأنا أريد الأسطر التي فيها كلمة error وأريد أن أحذفها فبكل بساطة سأكتب d فضلا ألاحظوا تم حذفها ومرة أخرى أنا أريد مثلا أن أحذف الأسطر التي فيها كلمة special فسأكتب g جيد والكلمة هي special وأنا أريد أن أحذف هذه الأسطر فضلا ألاحظوا السطر الأول في special الثاني special والرابع لا لأنها capital وماذا أيضا؟ والخامس في كلمة special فإذاً والعاشر فإذاً delete فإذاً enter فإذاً لاحظوا قام بحذف هذه الأسطر لكن لم يحذف السطر الثاني لأنه في special s capital يقولي عنده ماذا لو أرد مثلا أن أحصل على كل الأسطر التي فيها special وأريد تغيير كلمة here فيها إذا كانت موجودة أريد تغييرها للذير فضلا ألاحظوا السطر الأول فيه كلمة special وفيه كلمة here والسطر الثاني فيه كلمة here والسطر الرابع لا يوجد لأنها special capital وأيضا لدينا هذا السطر لا يوجد فيه كلمة here لكن أنا أريد تغيير هنا here وهير للذير ومميزاتها بالسطر أنها تحتوي على كلمة special فيمكننا استخدام أمر global فسأكتب G global سأكتب الأسطر التي فيها كلمة special تحديداً فبهذا الشكل وسأقوم بscaping كما اتفقنا وأريد الاستعادة عن كلمة here كما هي فسأكتب أيضاً here بهذا الشكل وأقوم بscaping كما اتفقنا وهذا الشكل أريد أن أستبدأ here بـ there ولنرى النتيجة فإذا انتر فإذا يفترض تغيير أن يكون في السطر الأول السطر الثاني والخامس لا لا يوجد تغيير في السطر الخامس فإذا انتر لاحظوا أين تم التغيير تم التغيير كلمة السطر الأول والسطر الثاني لـ there فقط لا غير فيمكن استخدام هذه الطريقة لاستبدال بعض الكلمات في السطور التي فيها مثلاً نمط معين الآن دعونا نجرب ذلك مجدداً أريد استبدال false لـ true بالأسطر التي فيها كلمة error فمرة أخرى سأستخدم نفس الأمر لكن بدل كلمة special سأكتب في الأسطر التي فيها كلمة error أريد أن تستبدل false أريد أن تستبدلها بـ true فإذا انتر تغيير على سطر رقم ثمانية فإذا لاحظوا أصبح هنا موجود true الآن أريد مرة أخرى للتدرب الأسطر التي فيها كلمة error أريد تغيير true أن تكون لـ false فإذا لاحظوا تم تغييرها مرة أخرى أريد أن أحذف الأسطر التي فيها كلمة nothing فإذا السطر الثالث فيه nothing والعاشر أعتقد والسادس فسأكتب هنا G والكلمة التي أريد الموجودة أبحث عنها nothing وأريد أن أحذف الأسطر التي فيها كلمة nothing فإذا السطر الثالث سيحذف السادس والعاشر فإذا انتر عفوا دي سمول فإذا لاحظوا اختفت تلك الأسطر ثلاثة أسطر فعليا جيد فالشيء الذي أريد أن أريكم إياه الآن هو أن نريد أن نعلم الأسطر مثلا التي فيها كلمة error أو كلمة error أو أي شيء نحن نريد أو أي string نحن نريد فسأكتب هنا أمر جديد اسمه match وأنا أريد match error message الآن سترون ماذا يعني ذلك وبالأسطر التي فيها كلمة error فإذا لاحظوا تعقمها بتعليمها وتحديدها بالأحمر جيد أيضا هناك شيء آخر بمatch غير error message اسمها worrying message فلاحظوا كيف التعليم سيختلف لا يظهر الآن بالفيديو أعتقد أستغير لون error للون آخر هنا هذا يساعدنا على التعليم الأسطر أو تحديد الكلمات مثلا بالأحمر التي نظن أنها مثلا خطأ أو شيء ما حتى يوصل علينا النظر إليها match error message ثم نكتب string هكذا error مثلا يمكن أن نكتب مثلا special يمكن أن نكتب مثلا my فإذا جيد هذا كله لهذا الفيديو أعتقد الفيديو قادم سنتحدث عن registrar فإذا نلتقي لاحقا